اشتركوا في القناة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا وتتميز العلاقات البحرينية المغربية بعمق روابط الصداقة والتاريخ المشترك إلى جانب التعاون في شتى المجالات وتعزيز العمل الثنائي في المشروعات التنموية التي تخدم البلدين التبعات الإيجابية لمجمل الزيارات الثنائية التي احتضنتها الملامة والرباط لا يمكن حصرها والتي طالت الصعيدين السياسي والاقتصادي وحتى على الصعيد العسكري كاتفاقية الدفاع المشترك قاعدة صلبة هي تلك القاعدة التي تستند عليها العلاقة التاريخية المتينة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها المملكة المغربية يتقاسمان عبر ثناياها روابط الانتماء ووشائج الأخوة والتضامن هي علاقة تاريخية قائمة على جدور تاريخية وتواصل وارتباط وأيضا على مصالح استراتيجية والحقيقة هذه الزيارة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة وهي تبني للمستقبل أصيرة أخوية يتشابه من خلالها البلدان في العديد من المواقف السياسية الثابتة ويتفقان في الوقت عينه على تبني جملة من المبادرات السياسية المتعلقة بمختلف القضايا الإقليمية والدولية العالقة التي لا زالت قيد التسوية حتى تجد طريقها نحو الحل العادل والشامل وعلى هدي التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس فإن التعاون الثنائية بين المنامة والرباط بلغ ذروته في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية وحتى العسكرية منها كقضايا الدفاع المشترك والزيارة التي يقوم بها العاهل المغربي محمد السادس إلى البحرين تأتي تأكيدا على ضرورة رفع سماء التفاهمات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين هناك أيضا حقيقة مهمة جدا وأن هناك علاقة حتى مشاركة استراتيجية وعلاقة وشراكة استراتيجية حتى في قضايا الدفاع وقضايا الأمن المشترك للوطن العربي بجناحية في المنطقة الخليج العربي وفي منطقة المغرب العربي والمملكة المغربية الشقيقة أيضا سباقة في هذا الجانب دائما وداعمة لكل التوجهات الإيجابية التي تحرص على الاستقرار في المنطقة حتما سيخرج باتفاقات استراتيجية فيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة بالأخص نحن ندرك الآن الحاجة للبناء الاقتصاد إلى ما بعد النفط مرحلة ما بعد النفط وهذا التوجه هو زيارة مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط وإذا ما أردنا تسليط الضوء على التبعات الإيجابية ومخرجات الزيارات الثنائية التي احتضنتها المملكتين نجد أن قافلة التبادلات التجارية قد أخذت بالاتساع تدريجيا لتصل إلى ما يزيد على 45 اتفاقية فضلا عن سعي البلدين لاستغلال فرص الاستثمار كافة وتدليل العوائق المطروحة جميعها في إطار من الشراكة الاستراتيجية المتجددة والواعدة التي تعكس النموذج الحقيقي لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية العربية فكما تعتبر المغرب أرضية للإنتاج والتصدير والاستثمار فإن البحرين أيضا تعتبر مركزا ماليا وبيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتلفزيون البحرين محمد الشهدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر